محاولات بشطة طرق للنجاة وانتظار لنجزة ربما تأتي من السماء هكذا قابل سكان ولاية أطار خاند الهندية ومناطق أخرى الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة التي اجتاحت مناطقهم تسببت الفيضانات في وفاة عشرات الأشخاص وفقد آخرين فيما بقى عشرات الآلاف عالقين غمرت المياه الطرق والكبار وتسببت في انزلاقات أرضية وهدم مئات المنازل كما علق حجاج كانوا متجهين إلى مزارات في جبال الهاملايا بعدما تقطعت بهم السبل وانهار عدد من الجسور خسائر بشرية ومدية لم تقدر بعد من المتوقع أن ترتفع المياه لذا علينا نقل متاجيرنا محل الشاي الذي أمتلكه غمرت المياه نصفه حتى الآن لا أدري ماذا أفعل تمكنت قوات الجيش والدفاع المدني من إخلاء آلاف الأشخاص الذين علقوا في منطقة جبلية وقامت طائرات تابعة لسلاح الجو الهندي بإسقاط مواد غذائية وإمدادات إغاثة في المناطق المنكوبة لمساعدة العالقين قطعنا أكثر من أربعة كيلو مترات للوصول إلى هنا ولم يكن لدينا سوى مرشد واحد ليساعدنا في المجيء نضع الناس في المركب ونحاول نقلهم جاءت الفيضانات المستمرة في الهند منذ أيام بسبب ما يعرف بموسم الرياح الذي يمتد من يونيو حزيران إلى سبتمبر أيلول لكن الأمطار التي حملها هذا العام كانت أغزر من المعتاد ويتوقع مسؤولون ارتفاع عدد الضحايا بسبب عدم قدرة فرق الإنقاذ على الوصول إلى جميع المناطق المتضررة ترجمة نانسي قنقر